ليست المرة الأولى وبالتأكيد لن تكون الأخيرة التي يثار فيها جدل بشأن عمل فنية تناول رموزا دينية في بريطانيا سحب عدد من دور السينما فيلم سيدة الجنة من العرض على شاشاتها في المغرب منع عرض الفيلم الذي يعرض لروايات عن حياة النبي محمد وابنته فاطمة بعد أن وصفه البعض بالمزور لحقائق التاريخ الإسلامي بينما خرج عدد من السياسيين البريطانيين يحذر من سابقة منع الأعمال الفنية على أساس سياسي بعيدا عن الجدل الفقهي الليلة نناقش ما إذا كان يحق للضغط المجتمعي ممارسة الرقابة على الإبداع الفني على صغر هذه التظاهر فإن الاستياء واضح فيها ومثلها خرجت تظاهرات أخرى ضد عرض فيلم سيدة الجنة المشكلة عند البعض ليست كليا حول مسألة تصوير النبي محمد وإنما حول تفسير الحقبة الأولى من التاريخ الإسلامي فالمتظاهرون السنة لم يعجبهم تصوير صناع الفيلم الشيعة لشخصيات سنية بارزة في قصة حول فاطمة الزهراء ابنة النبي محمد التظاهرات دفعت دار عرض سيني ويرلد إلى أصدار بيان تعلن فيه إلغاء العرض في بريطانيا حفاظا على سلامة الموظفين ومرتادي السينما الإمام الذي قاد تظاهرة في برادفورد تحدث إلينا لاحقا إذا كان لهذا الفيلم أن يصور الشخصيات المحورية في فترة الإسلام الأولى وكأنهم أقربوا إلى شخصيات تنظيم الدولة الإسلامية فسيكون هذا تحريفا سارخا لصورة المسلمين ما ردك حول من يقول إن الشعور بالإهانة لا يعني الحق في تخويف الناس أتفق تماما مع هذا ويجب أن لا نرهب الناس في دور السينما ولكنهم شعروا بالخوف بحيث قرروا وقف العرض ذلك رأي البعض وكيف فهم الأمر ولكن ما نراه هو حقنا في التعبير عن مخاوفنا والتظاهر سلميا لكنه وآخرين طالبوا بمنع عرض الفيلم هنا أما منتج الفيلم فلم ينزعج كليا من الجدل الدائر إنها دعاية مجانية في نهاية الأمر ويمكن أن أخبرك أن أعداد كبيرة جدا في بريطانيا سمعت بالفيلم لأول مرة في المقابل أنا محبت جدا لأنه ليس من حق أي شخص أن يملي على الشعب البريطاني ما يجب أن يشاهد أو يناقش لكن الفيلم لا يزال يعرض في دور سينما أخرى هذه التظاهر مستمرة هنا لكن المثيرة للاهتمام هو أن السينما لم تضع إعلانا حول عرض الفيلم في ظل مخاوف من اتساع الاضطرابات للنقاش ينضم إلينا من لندن الأستاذ فاضل سليمان مدير مؤسسة جسور للتعريف بالإسلام وتدريب الدعاء أهلا وسهلا بحضرتك هنا في الستوديو الشيخ حسن القرعوي المدير العام لاتحاد خدام المهدي أهلا وسهلا بحضرتك البداية من حضرتك شيخ حسن القرعوي كان لحضرتك دور في الاستشارة في هذا الفيلم قبل كتابته هذا ما فهمت مصبوط طيب هل كنتم تتوقعون هذا الجدل لأن هناك اتهامات مسياسة لها علاقة بأن الفيلم كتب لغرض إثارة الجدل لدى مذهب على حساب الآخر نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم توقعنا ذلك وهذا طبيعي في عملنا ولدينا تجاربات سابقة في هذه الأمور فكلما أثرنا موضوعا ورأينا من الضروري أن نثير ذلك الموضوع للمصلحة العامة كان هناك من النقاد لم ينصفون مع الأسف ما المصلحة العامة التي قصدتموها من كتابة الفيلم هذا من حقنا كإبداء رأينا في التاريخ وعقيدتنا وإبداء عقيدتنا وإظهار عقيدتنا للعالم كسائر الناس نعم سؤال له علاقة بالتمويل شكك في التمويل وأنه مولى لهذا الغرض تحديدا الإتيان على السنة أو محاولة الهجوم على مذهب السنة من قبل الشيعة أنا أرى العكس تماما هذا الفيلم هو للدفاع عن السنة سنة المصطفى صلى الله عليه وآله رأينا الهجومات الكثيرة بما فيها مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله والعياذ بالله مجنون أو أنه خيل له أن يفعل كذا ولم يفعله هذه التهم من يدافع عنها الطوائف الأخرى لم نجدهم إلا موافقين لهذه التهم ولذلك استخدم أعداء الإسلام هذه المادة الجدلية لإظهار محمد صلى الله عليه وآله بصورة غير لائقة له ولذلك نحن جئنا لنرى العالم أن هناك وجهة نظر أخرى وهي نظرة الشيعة الرافضة أستاذ فاضل سليمان لماذا دائما الجدل يثار في الأفلام المتعلقة أو التي تطال شخصيات دينية يراها البعض مقدسة البعض أو الكثير يرونها مقدسة لا يجب الحديث عنها ولا المساس بها على الإطلاق الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله أولا أنا أحب أن أقول أن أنا شاهدت الفيلم وأنا سعيد الحقيقة أن أنا في وجود أحد كتاب الفيلم فإذا سمح لي أن أسأل سؤال واحد فقط فيه فنيات الفيلم فهذا أولا لكن ردا على سؤال حضرتك أولا المسألة هي أن أهل السنة خاصة يشعرون بمرارة لأن رموز الشيعة هم رموز السنة فإذا تم سب أو قذف أحد رموز السنة لا يستطيع أهل السنة أن يردوا بسب أو بالرد على أحد رموز الشيعة لأن رموز الشيعة هم وهم رموز السنة فهنا يشعر الإنسان بالمرارة أنه لا يستطيع أن يرد على الإساءة بالإساءة لا نستطيع ولكن أحب أقول للآتي أنا على فكرة لست مؤيدا لمنع الأفلام كما قال المخرج الفيلم هذا كان نوعا من الدعاية للفيلم وأنا كنت ضد ذلك ولكن أنا مع حرية الناس في الاعتراض وفي التظاهر السلمي وفي التعبير عن الرأي وفي المطالبة حتى بمنع الفيلم لكن القائمين على السينمات التي سحبت الفيلم خصوصا هنا في بريطانيا كان لهم عبارة واضحة أنهم خشيوا على أمن العاملين في هذه الدور وعلى القائمين عليها ومن هنا أسأل حضرتك ما الفارق بين حرية التعبير لاعتراض على مادة فنية أو سينمائية أو تاريخية أو أي شكل من أشكال الإبداع ما الفارق بين ذلك وبين الحديث عن أنه إذا لم يتم سحب الفيلم ومنعه سيحدث كذا وكذا لأن هذا ما تحدث عنه بعض السياسيين البريطانيين ليس من حق أحد أن يتطور اعتراضه إلى ترهيب للقائمين على عمل فني إبداعي شو بحردك هذه بروباجندا الفيلم أصلا الرسالة الأساسية بتاعته أن أبو بكر وعمر هم أساس نشأة داعش هذه أصلا أساس فلما يجي ناس تعترض على الإساءة لأبو بكر وعمر بيظهروا أمام الجهلاء أو الناس التي لا تعرف شيئا عن الإسلام على أن هؤلاء هم نسل داعش أو هؤلاء المدفعين عن داعش فهذه بروباجندا مقصودة لكتم أصوات الناس نحن هنا في بلد ديمقراطية من حق الناس أن تتظاهر من حق الناس أن تعترض على إخفاء الحقائق إخفاء الحقائق وبتر الحقائق وتشويه الحقائق الفيلم من أفلام أنا أرى أنه صحيح في الحقيقة من أفلام الساي فاي هناك خرافات في الفيلم عجيبة جدا لذلك لو تسمحي لي أن أسأل الأستاذ حسن سؤال قصير جدا في فنيات الفيلم هل تعرف ثلاثة رجال من شهداء كربلاء اسمهم أبو بكر بن علي بن أبي طالب وعمر بن علي بن أبي طالب وعثمان بن علي بن أبي طالب إن كنت تعرفهم لماذا لم يظهروا في الفيلم وإن كنت لا تعرفهم فكيف لم تظهروا أنا سأحور سؤال حضرتك بعد إذنك أستاذ فاضل لأعود بسؤال أولا التعقيب من الشيخ القرعاوي على ما يتعلق بإخفاء بعض الحقائق التاريخية في مقابل إظهار أخرى رؤية أنها من قبل صناع الفيلم حقائق تاريخية البعض يشكك فيها من أساسها لم أفهم السؤال هل يعني ذلك أن الفيلم كتب بصيغة إبداعية خيالية أم أنه بالفعل يعرض لحقائق أو وقائع يعتبرها صناع الفيلم تاريخية حدثت بالفعل بالتأكيد هي بالنسبة لنا من المسلمات وبالنسبة للطوائف الأخرى هناك اختلاف هذا شيء واضح وبالنسبة لهم كذلك عندما يصنعنا الأفلام والمسلسلات نحن نعارضها شديد المعارضة وهي إساءة بالنسبة لنا كذلك عندما يترضون مثلا أو يظهرون بشكل جيد ومقدس هذه الشخصيات التي هي قتلت أهل البيت عليهم السلام مثلا في عقيدتنا نحن لا نعترض وإذا اعترضنا يكون بطريقة أدبية ونجيب بالنسبة للمسلسلة نجيب عليها بفيلم كما صنعنا لا نجيب بإجبار الناس وإقصاء الرأي الآخر والدخول في السينمات وأن نصرخ مثلا الموت للشيعة أو لأي طائفة أخرى ونظهر شخصيات إرهابية في اللافتات التي نحملها هذا الفرق بيننا وبينهم نحن نستخدم الأدوات المتاحة شرعا وأخلاقا والأدوات الإنسانية التي يقبلها الجميع هل هناك مرحلة يمكن فيها إنتاج فيلم لا يعتمد على الرواية التاريخية يعني يترك المجال لجنوح الكاتب وهذا يحدث أحيانا في بعض الروايات الأخرى غير الدينية أم أنه لا يمكن نزع قدسية النص أو الشخصيات لدى المذهبين من وجهة نظر حضرتك يعني لو تعرضتم أنتم في الطائفة الشيعية لذات الممارسة التي رفضها الطرف الآخر صحيح أن حضرتك تقول تقبلونها لكن على مضض لأنها تشكك فيما وصفته حضرتك بأنه مسلمات نعم ولكن لا يزعجنا كثيرا بالعكس نحن نرحب بهذا نريد للطرف الآخر أن يبدي رأيه ونبدي آراءنا ونتناقش ما الضير في الأمر أنتم عندكم رموز تترضون عليها أو عنها ونحن نقول هذه الرموز هي التي أفسدت الإسلام هم بالواقع رموز الإرهاب وهناك مسلمات لا يمكن أن نختلف عليها مثلا نحن أظهرنا بالفيلم أن أبا بك وعمر أحرقوا دار زهراء عليه السلام هناك اتفاق عند المسلمين أنهما هددا بإحراق البيت هل هذا فعل حضاري إنساني أو فعل إرهابي يحق لنا أن نقول أن هذا فعل إرهابي هذا من حقوقنا نحن عندما ننقد التاريخ لماذا نغض الطرف عن ما يسمون رموزنا ونتكلم عن الآخرين هذا ليس من الإنصاف بل هذا هو نفاق ما رأي حضرتك أستاذ فاضل الفارق بين الفارق بين التعرض لأي شخص أو أي نص أو أي شيء بالنقد المباح من وجهة نظر صناع الفيلم أو غيره حتى من أعمال سابقة حتى شارلي إدو وغيرها مما أثرت جدلاً وبين وضع قدسية على نصوص وشخصيات لا يمسوا تحت هذه القدسية أنا يا فندم سألته سؤال بطريقة مهذبة جداً هل فعلاً علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعليه السلام سم تلت أولاد أنجبهم بعد وفاة السيدة فاطمة أبو بكر وعمر وعثمان أم لا الذي يقول أنهم هؤلاء قتلوا أهل البيت وأحرقوا بيته وضربوا زوجته وكسروا أضلعها كما ظهر في الفهم اللي أنا شفته بعيني هل معقول علي بن أبي طالب الإمام عليه أمير المؤمنين عليه يسمي أولاده بالصدفة أبو بكر وعمر وعثمان أنا ما أقوله من ناحية الأخلاقية لا يجوز أن تشوه التاريخ لا يجوز أن تكذب وأنت تعمل فيلم تاريخي لا ممكن تكذب وتقول هذا فيلم خرافي الفيلم خرافي والفيلم جميل كخرافة لكن كفيلم تاريخي الفيلم كله تشويه للحقيقة لو عرف صناع الفيلم أستاذ فاضل أي فيلم آخر ليس هذا الفيلم لو عرف صناع أي فيلم الفيلم بأنه من وحي الخيال أو أنه يستلهم من القصة الحقيقية سردية أخرى هل يقبل ذلك لأنه تعرض كثيرون من صناع أفلام تعرضت لشخصيات تاريخية أو دينية بشكل غير السردية المعتادة بأي شكل من الأشكال وكان رد فعله هو المثل نحن كمسلمين لا نقبل الإساءة من أي أحد بأي طريقة لرموزنا ورموزنا هم رموز السنة والشيعة حضرتك قلت أنه فيلم جميل على اعتباره خرافة حنفترض أنه صناع الفيلم قدمه باعتباره فيلم خيال علم كما حضرتك تفحيلت أنا أتكلم من ناحية الفني على فكرة أنا صنع أفلام ليه ثلاث أفلام فأنا أتكلم من ناحية الفنية الفيلم الجميل كفيلم خرافي أو فيلم رعب إنما كفيلم تاريخي الفيلم ساشل جدا تاريخي هذا ما أقوله من ناحية السنية أنا أستوضح محيدك نقطة أخرى حضرتك قلت أنه الفيلم الجميل باعتباره فيلم خراف طيب هنفترض أنه صناع الفيلم قالوا هذا الفيلم لا يمثل وقاعة التاريخية نحن نقدم رؤية إبداعية لأمر ما حدث في التاريخ الصحيق الذي لا أحد يطلع عليه بعينيه يعني هو علم اليقين وليس علم المعرف يقول هذا يقول هذا هم لا يقولون هذا يعني هكذا بتفترضي ما لا يقولهما هو بيقول نعم هذا من ناحية الأخلاقية يجب أن نعرف الناس بالحقائق والتاريخ والفيلم كله كله كذب يعني عمر بن الخطاب يضرب يعني أين رجولة الإمام عليه بن أبي طالب لما عمر وأبو بكر يضربه ويكسر أضلاع السيدة فاطمة الزاراء وبعد كده يسمي أولاده على اسمهم هذا كلام خواه شريف حسن القراوي هنم طاقي نعم يعني إذا أردنا الأدلة من المصاهرات ومن تسمية الأبناء أو غير ذلك فهذا ليس بدليل يعني إذا تمسكنا بهذه القشش لن نمضي قدما في هذا النقاش وإذا كان النقاش دينيا فنحن لها ولكن المقام سيطول عندنا بضع دقائق وأنا طبعا أعط لحضرتك لأنه لديك حق الرد بالتأكيد أدبيا لكن أنا فعلا أريد أن أبتعد عن النقاش الفقهي وأبقى مع النقاش الفني والتاريخي خليني أنقل حضرتك في هذا الحوار نقطة إلى الأمام شيخ حسن القراوي كيف ستتعاملون مع دور السينما التي سحبت عرض الفيلم من شاشاتها نحن نشجع الناس الذين يحترمون حرية الرأي والتعبير الشخصي لكل فرد سواء كان مسلمان أو غير مسلم أو من أي طائفة أخرى أن يحتج على هؤلاء بطريقة أدبية متاحة في هذا البلد أو في أي بلد كان أن يحتجوا عليهم ويقولوا لهم أن هناك أفلام أخرى تسيء إلى طوائف أخرى لم نرى هذا الضجيج وهذا التهديد فما هي النقطة الحساسة التي جعلتكم ترضخون لمطالب هؤلاء ولم يطلبوها بطريقة حضارية طيب أنا أقصد رسميا من صناع الفيلم على حسب معرفة حضرتك علينا أن نضغط عليهم ونشجع لآخرين أن يضغطوا عليهم كذلك لأنهم بصراحة أقول يسلبوننا حرية التعبير لماذا يتاح لكل طوائف بما فيها طائفة الأستاذ أو أي طائفة أخرى أن يبدو آراءهم وإن كانت تسيء إلى الشيعة أو غير ذلك لماذا يسمح لهم ونحن لا يسمح لنا لأن هناك نقطة حساسة هؤلاء لا يريدون إظهار هذه الشخصيات كما اعترف بعظمة لسانه لا نريد أن تظهر هذه الشخصيات بطريقة مسيئة من الذي خولك أن تحفظ هذه الشخصيات التي هي مورد خلاف نحن إذا أردنا أن نتوحد نتوحد على هذه الشخصيات المقدسة بالفعل شخصية النبي صلى الله عليه وآله شخصية الزهراء عليه السلام ولكن الشخصيات التي حولها جدل هل علينا أن نصمت أو نتعلم من التاريخ الشخصية التي قالت لهذا الرمز المقدس الأول عندنا وعندهم وهو محمد صلى الله عليه وآله قالت له في آخر لحظاته أتركوه إن الرجل ليهجر هل لنا الحق أن نعلق ونظهر هذه الشخصية على حقيقتها أو لا يريد أن يكمم الأفواه ويقول لا نحن نظهره في مسلسلاتنا كشخصية مقدسة وأنتم سكتوه ما رأي حضرتك أستاذ فاضل هل من تعقيم؟ آه تعقيم يا فيأخي في الدقائق الأخيرة نحن العرب مشكلتنا لما نأتي لنعيش في الغرب أننا لا نريد أن ندفع جنيه واحد لشركة الطيران تنقل كتبنا وأدواتنا الثقافية لكن مستعدين ندفع أي ثمن لننقل أحمال ثقيلة من الانقسام والاستفزاز والكراهية وتشويه الحقائق والكذب إلى هذه البلاد الغربية التي تحترم الوسائل الديمقراطية وعندما يمارسها بعضنا الآخر يقولوا أنتم تريدوا كتمل القانون هنا يسمح لناس طيب ما هي دور السينما يعني رفعت الفيلم من شاشاتي حضرتك موافق على هذه الخطوة ولا تعترض عليها لا طبعا موافق لا 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 هذا حق دور السينما أن ترفع الفيلم من حقها لما تريد بعضها قال أن هذا الفيلم فعلا لما شاهدوه وجدوا أنه مسيء لشخصيات هي رموز دينية وتاريخية والبعض قال والله أعلم بمن قال هذا لماذا قال هذا وما وراءه من أجندة أننا خشينا من الهجوم علينا والعاملون يخافون طبعا يخافون المسلمين بعد 11 سبتمبر عاملين بالزبط زي اللي جاله أم في الوانزا وقت اللوكداون بتاع الكورونا لما بيكوح مطعم الناس بتظهر له أنه هو خطر نعم أستاذ فاضل سليمان مدير مؤسسة جسور للتعريف بالإسلام وتدريب الدعاء شكرا جزيلا لحضرتك وهنا في الستوديو الشيخ حسن القرعاوي المدير العام لاتحاد خدام المهدي شكرا جزيلا لحضرتك ولحضراتكم على طيب المتابعة ألقاكم غدا في السادسة بتوقيت جرانيتشو